فيلم النهاردة هو قصة حقيقية حصلت سنة 1829 في بلدة شيفر في ولاية داكوتا الشمالية وبيبدأ الفيلم بسارة وهي صهرونة مع باقي أهل البلدة وكلهم بيغن وبيرقص مع بعض ولما جوزها آي سي رئيس الشرطة بيوصل بتطلب منه يرقص معاها لكنه بيرفض وفي نفس الوقت واحد من سكان البلدة اسمه جارفيز بيطلع على المسرح وبيقدم لآيريس واردة فبترفض تاخدها فبينزم من على المسرح وبينطلب من سارة انها ترقص معاه فبتوافق ووقتها جوزها آي سي بيخرج من قاعة الاحتفال هو وصحبه آلبرت وبيفضله يتكلمه عن تشارلز بانون الشاب المشرد اللي آي سي شغاله عنده في المزرعة ووقتها آلبرت بيحذر آي سي من بانون وبيقوله ان بانون مريض نفسي خطير وده بسبب ان امه كانت دايما بتضربه هو صغير وبيقوله ان كل اهل البلدة بيكرهوه لانه مختل عقليا وتصرفاته غريبة فبيقوله آي سي ان من حق بانون انه يشتغل ويعيش في بيت مش في الشارع زي ما كان عايش علشان كده هو شغاله عنده وحبي يديله فرصة في انه يكون مواطن شريف وفي اللحظة دي بيسمعوا حد بيصرخ وبيقول ان في حريقة وبيشوفوا الحريقة عن بعد وقسعتها بيعرفوا ان الحريقة في مزرعة آي سي فكل اهل البلدة بيجروا على هناك لكن للأسف بتكون المزرعة كلها تحرقت وبنات آي سي بيكونوا تحرقوا جوه المزرعة وهم نايمين وشارلوس بانون بيخرج من وسط النار وهو منهار وبيقول لأي سي ان اللي حصل كانت حدثة هو ملوش زنبي فيها وبيعد الوقت ومنوصل لسنة 1831 ووقتها بيكون آي سي هشترى مزرعة تانية في منطقة بعيدة عن بلدة شيفر وبيكون عايش هناك مع امراضه سارة اللي بعد صدمتها في موت بناتها اتحولت لانسانة تانية حزينة وبتتكلمش كتير مع جوزها وبسبب تراكم اقصات القرد اللي آي سي واخده بضمان الارض علشان يشتري به معدات الزراعة بيتدين آي سي للبنك بمبلغ كبير فبيرجع لبلدة شيفر وبيروح لموظف البنك وبيحاول انه يجده للمديونية اللي عليه لكن الموظف بيرفض وبيقوله انه لو ما سددش 150 دولار اخر الشهر البنك هياخد اجراءاته ضده فبيخرج آي سي من عنده وبيروح لمكتب سام المحامي العام للبلدة وهناك سام بيدينه الجوابات اللي جاتله على عنوانه القذين في البلدة وبيقوله انهم لسه محتاجين له فمنصب قائد الشرطة وبيقوله لو وفقت انك ترجع تاني لمنصبك هتقدر تسدد كل ديونك فبيتجاهل آي سي كلامه وبيخرج من المكتب وبيروح لصاحبه ألبرت في مزرعته وهناك بيكون ألبرت بيلعم مع ولاده التلاتة ولما ألبرت بيشوف آي سي بيسلم عليه وبيدخله معاه البيت وهناك آي سي بيقوله ان الجرار بتاعه بعض ومحتاج يستلف منه الجرار اللي بيملكه علشان يشغل بيها المزرعة فبيقوله آي سي بكرة ابن الكبير هيجيب لك الجرار لحد مزرعتك وانا هشتري جرار جديد أما لوليا مرات آي سيه الشاي وبتسأله على سارة فبيقولها انها كويسة ولما آي سي بيسأله عن سبب زيارته بيقوله آي سي انه محتاج 150 دولار فبيسيبه آلبرت وبيروح يجيب له الفلوس وفي الوقت ده لوليا بتقول لآي سي ان آلبرت هيشغل عندهم بانون وهي رفض شغل بانون عندهم لكن جزها مصمم على رأيه ولما آلبرت بيرجع بالفلوس بيعرف ان مراته قالت لآي سي على شغل بانون عندهم واسعتها آلبرت بيقول لآي سي ايوة انا هشغل بانون عندي لان من يوم الحدثة وهو بيبات في الشارع وكل اللي بيشوفه بيضربه بعنف فقررت اني اديله فرصة تانية زي ما انت كنت عايز تعمل زمان وقبل ما آي سي يخرج من بيت ألبرت لوليا بتديله قطعة قماش وبتطلب منه يوصلها لسارة وبتقوله انا عاوزك تبقى عارف اني لو اختفيت في اي وقت هيبقى بانون قتلني وبتسيبه وبتطلع لقضتها ولما بيرجع آي سي لبيته بيدي قطعة القماش لسارة وبيقول لها انها هدية من لوليا فبتخدها منه وبتقوله انها شافت انزارات البنك وبتعرض عليه انها تنزل تشتغل في بلدة شيفر فبيرفض وبيقول لها انا هتصرف وبيخرج وبيسيبها وفي نفس اليوم بالليل بيشوف واحدة ماشية في الشارع وهي مش فوعيها فبيحاول يسعيدها وبعد كده بيعرف انها ايريس فبيحاول يوصلها للبيت وفي اللحظة دي جارفيز بيظهر وبيقوله ابعد ايدك عن خطبتي هو انت كنت عرفت تحمي بناتك علشان تحمي بنات الناس وهنا بيتعصب اي سي عليه وبيهاجمه فايريس بتدفع عن جارفيز وبتبعدهم عن بعض وبعد شهرين بيروح اي سي للبنك علشان يسدد قصة من اقصات القرد وبيروح بعدها لسام وبيديله المية وخمسين دولار اللي استلفهم من البرت وبيطلب منه يبعت لالبرت الفلوس عن طريق البريد فبيوريله سام جوابات البرت اللي رجعت له وبيقوله ان البرت مختفي بقيل ومدة وحتى مزرعته مش موجود فيها والاغرب ان لما واحد من البلدة رح يزوره ملاقاش البرت ولا عيلته هناك وما كانش في المزرع غير بانون اللي قاله ان البرت مش هنا وطلب منه ينزل معاه للقابو علشان يوريله حاجة لكنه خاف ومشي من هناك بسرعة فبيقرر اي سي انه يروح يتطمن على البرت ولما بيروح لمزرعة البرت بيلاقي باب البيت مفتوح والبيت بيكون مبهدل جدا لدرجة ان بيكون فيه اكل متعفن على الصفرة وبيكون واضح ان البيت مهجور بقاله مدة كبيرة وفجأة بانون بيظهر وبيقول لأي سي ايه اللي جابك هنا فبيسأله اي سي عن البرت فبيقوله ان البرت سافر من شهر هو وعيلته لبلدة كالتون واساب له المزرعة علشان يديرها وبيوريله من بعيد عقد وبيقوله ده العقد اللي بيني وبين البرت علشان يدير له المزرعة ودلوقتي اخرج من هنا فبيقوله اي سي وريني العقد فبيرفض بانون وبيقوله اخرج من مزرعتي فورا فبيرجع اي سي الشيفر وبيروح لسام وبيطلب منه يرجع له مسدسه لكن سام بيقوله ماينفعش تستخدم السلاح طالما مرجعتش لمركزك كقائد للشرطة فبيحكي له اي سي على اللي حصل في بيت البرت وبيقوله انه شاكك ان بانون قتل البرت وعيلته وبيطلب من سام انه يسلفه عربيته وقبل ما يركبوا العربية جارفيز بيوقفهم وبيقولهم انا سمعتكم بتتكلموا عن بانون فلو في اي حاجة تخص المختل ده انا عايزة شارك معاكم فيها لاننا لازم نحط حد الافعال فبيطلب منه اي سي انه ما يتدخلش وبيروح هو وسامل شباك تذاكر القطر وبيسأله الموظف لو كان البرت وعيلته سافره من شهر الكولتون فبيقولهم الموظف مافتكيرش وما بيقدرش يأكد لهم المعلومة اوين فيها وده بيخليهم يروحوا للبنك وبيسأله الموظف اللي هناك لو كان البرت يسدد اقصاد قرده من تظام اخر شهرين فالموظف بيقولهم لا ودي اول مرة البرت يتأخر في سداد اقصاد قرده واتاني يوم بيروحوا هما الاتنين لمحل اللحوم علشان يتأكدوا من صاحب المحل اذا كان البرت ورد له لحوم المواشي الشهر ده زي كل شهر ولا لا فبيقولهم الجزار انه ما شافش البرت من شهرين وان اللي بيورد له المواشي من مزرعة البرت هو بانون وبيقولهم انه حاسس ان بانون ازى البرت لان بانون لما جله من اسبوع علشان يورد له المواشي كان متوتر وما كانش في حالة طبعية وبيوري لهم جواب توصية بانون ادهوله وقال له انه من البرت ولما اي سي بيقرى الجواب بيكتشف ان اسم عيلة البرت مكتوب غلط وده بيأكد له ان اللي كتب الورقة دي هو بانون مش البرت وهنا سام و اي سي بيروحوا لمزرعة البرت وبيفتشوا كل حتى في البيت وساعتها سام بيكتشف وجود لبس واحزية عيلة البرت فبيتأكد انهم ما سفروش لان مش معقول انهم يسفروا ويسيبوا لبسهم واحزيتهم في البيت فبيروحوا هما الاتنين للمنطقة اللي بانون عايش فيها وهناك بيقابلوا ام بانون اللي بتكون ست صعبة جدا وما بيقدروش انهم يعرفوا منها اي حاجة عن ابنها لكن اخو بانون الصغير بيشولهم على كوخ صغير ولما بيروحوا هناك بيلاقوا كراسة مذكرات بانون وبيكون كاتب فيها انه بيكره عيلة البرت وخصوصا لوليا وعشان كده عايز يأذي عيلة البرت وبيكون كاتب الطريق اللي هيهرب منه بعد ما يسيب مزرعة البرت فبيرجعوا هما الاتنين لشيفر ووقتها بيلاقوا جارفيز مجمع كل سكان البلدة بعد ما قالوهم ان بانون قتل عيلة البرت وعلشان كده لازم يخلصوا عليه وفي الوقت ده بيرجع عايز يل بشارة قائد الشرطة وبيطلع يتكلم مع اهل البلدة وبيقولهم انه رجع لمنصبه مرة تانية وانه هيعتقل بانون بشكل رسمي لكنه مش هيسمح لاي حد فيهم انه يأذيه ووقتها جارفيز بيصمم انه هو ورجالته يروحوا يدوروا على بانون مع عايزي وسام فعايزي بيدلهم شراط زباط شرطة وفعلا بيروحوا يدوروا عليه مع بعض وفي الوقت ده بيكون بانون بيجري لحد ما بيوصل عند حدود البلدة واسعتها جارفيز ورجالته بيروحوا ناحية النهر علشان يقبضوا عليه هناك وفعلا بيمسكوه قبل ما يعدي النهر وبيفضلوا يضربوه ولما اي سي بيوصلهم بيهددهم بالسلاح وبنتلوا منهم يسلموا له بانون وفعلا بينافزوا كلامه ولما اي سي بيوصل لمكتب سام بينزل بانون من العربية وفي اللحظة دي حد من اهل البلدة بيرمي حجر عليه فرأسه بتتصاب ولما اي سي بيقولهم مين اللي عمل كده مفيش حد منهم بيرد عليه فبياخده وبيدخل بيه المكتب سام ووقتها بانون بينهاره وبيقوله انا ما ازيتش حد وموت بناتك كانت حدسة وفي نفس اليوم بالليل بيشوف اي سي الحاجات اللي كانت مع بانون ويساعتها بيقرأ العقد اللي بين بانون والبرت وبيكتشف ان البرت ماضي اسم عيلته غلط فبيتأكد ان العقد مزيف وان بانون هو اللي كتبه وهو اللي مضى مكان البرت وبعدها اي سي بيستجوب بانون وبيسأله فين البرت والوليا وولادهم فبيقوله انهم طلبوا منه يهتم بالمزرعة وبعدها سفروا فبيقوله اي سي انه تأكد انهم ما سفروش وبيسأله انت قتلت عيلة البرت فبيقوله لأ وامي هتيجي وهتجي معاها محامي وهتخرجني من هنا فبيقوله اي سي امك مش هتجيلك لان امرك ما يهمهاش ده غير ان هي اللي عرفتنا انك هتحاول تهرب من الحدود الشمالية للبلدة فبيقولهم بانون ان لوليا هي اللي قتلت جزها وعيالها لكن اي سي ما بيصدقهوش وبيقوله لوليا مستحيل تعمل كده وبعد كده اي سي بيرجع لبيته والصبح لما بيروح للبلدة بيكتشف ان ام بانون بتزوره ومعها محامي مشهور ولما بيسمع جارفيز واهل البلدة وهم متجمهرين قصاد المكتب بيطلع لهم فجارفيز بيقوله انهم مش هيسمحوا للمحامي اللي ام بانون جابتهوله انه يخرج بانون براءة لانه ساعتها هيئتي العيلة تانية وبردو المحامي هيخرجوا براءة وعلشان كده هم هينفزوا العدالة بأيديهم وهيخلصوا على بانون وفي اللحظة دي سام بيخرج من المكتب وبيقول لأي سي ان المحامي عاوزوا علشان يبلغوا بشهادة بانون وبيدخلوا هم الاتنين المكتب فبيقرأ بانون من ورقة اللي المحامي كتبهوله وبيقوله ان يوم 12 اغسطس سنة 1831 لوليا قتلت جزها وعيالها وهنا بانون بينهاره ما بيقدرش يكمل اراية فبياخد منه المحامي الورقة وبيكمل اراية وبيقولهم ان لوليا بعد ما قتلت عيالها طلبت من بانون انه يوصلها لمحطة القطر في مقابل انها تدينه 100 دولار فنفذ اللي طلبته منه وبيقولهم انه في مقابل انهم يفرجوا عن بانون هيرسم لهم خريطة بالاماكن اللي لوليا دفنت فيها جزها وولادها قبل ما تسافر وتسيب المزرعة واتاني يوم بيروح اي سي ومعاه مجموعة من سكان البلدة هو بيحفروا في المزرعة في الاماكن اللي بانون قال لهم عليها فبيلاقوا جزس البرت وولاده ولان اي سي بيكون متأكد انه لوليا مستحيل تكون عملت كده بيفضل يحفر في كل مكان في المزرعة لوحده على امل انه يلاقي جزة لوليا لكنه ما بيقدرش يلاقيها وفي الوقت ده اهل بلدة شيفر بيتجمعوا في الكنيسة وبيقرروا انهم يخلصوا على بانون بأيديهم وفي نفس اليوم بالليل لما اي سي بيرجع للمكتب اللي بانون محبوس فيه بيلاقي ازاز المكتب مكسور ومتعلق عليه مشنقة ويسان بيقوله ان جارفيز ورجالته هم اللي عاملوا كده وبيقوله ان احسن حاجة نسلمهم بانون والصبح لما زباط المقاطعة يوصلوا نسلمهم جارفيز ورجالته فبيقوله اي سي انا ما اقدرش اعمل كده وتاني يوم اي سي بياخد بانون معاه في عربية سام وبيروح بيه في طريق السجن القديم وساعتها جارفيز ورجالته بيروح وراه وفي نص الطريق بينزل اي سي هوى وبانون من العربية وبيكملوا الطريق جري لحد السجن ولما بيوصلوا هناك بيقف الاي سي عليهم الباب من جوه وهنا بنشوف ان جارفيز وصل بعربية تقصاد السجن لكنه بيرجع للبلدة مرة تانية علشان يجيب معاه باقي اهل البلدة وفي الوقت ده اي سي بيدخل بانون للزنزانة وبيقدم له اكل معلم من اللي موجود في السجن فبيشكره بانون وساعتها اي سي بيسأله وبيقوله انت اللي قتلت البرت وعيلته فبيقوله بانون ايوة وبيقوله انا هعرفك مكان جزة لوليا لاني خلاص ذهقت من الدنيا وعايز اموت وفي اللحظة دي بيوصل جارفيز وباقي سكان البلدة وكلهم بيكونوا ملثمين وبيحاولوا يفتحوا الباب فبيقفل اي سي الزنزانة على بانون وبيديله المفتاح وبيقوله ان الباب مش هيصمت كتير وبعد لحظات بيقدر جارفيز واللي معاه انهم يكسروا باب السجن وساعتها بيرفع اي سي عليهم السلاح وبيهددهم بكام رصاصة بيدربها في الجو لكنهم بيهجموه بيدربوه علشان يديهم مفتاح الزنزانة فبيقولهم بانون سيبوه المفاتيح معايا انا ومش هديها لكم الا لما تسيبوه فبيسيبوا اي سي ووقتها بانون بيدلهم مفتاح الزنزانة فبيفتحوا الباب وبيخرجوا من السجن وبيروحوا بيه ناحية الجسر وبيعملوا مشنقة وبيربطوها في الجسر وبيطلعوا على صور الجسر وجارفيز بيطلب منه انه ينطل وحده لكنه ما بيرداش وفي اللحظة دي بنشوف النصارة مع اهل البلدة عند الجسر وبتكون مغطية والشهب القماشة اللي لوليد تهالها ومن غير تردد بتزق بانون من فوق الجسر فبيتشنق وبيموت وطاني يوم بيروح اي سي زور قبر البرت وعيلته وبعدها بيروح لزباط المقاطعة اللي بيستجوبوه وبيسألوه اذا كان يعرف شخصيات اللي قتلوا بانون فما بيرداش يعترف ان اهل البلدة هم اللي قتلوا بانون وبيقولهم ان اللي قتلوه كانوا ملثمين هو ما يعرفهمش وبيسلمهم الشارة بتاعته وبيرجع مرة تانية لمزرعته وهناك بيشوف القماشة اللي كانت لبساها سارة فبيعرف انها كانت من ضمن اللي قتلوا بانون ولان دراعه بيكون مكسور ما بيعرفش يشتغل في المزرعة لوحده وهنا سارة بتساعده وبيشتغلوا في المزرعة مع بعض وفي النهاية بنعرف ان ما فيش حد من اهل البلدة اتحبس يوم واحد بس فقتل بانون وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة